الأدوية التي أنت تتناولها أدوية ضغط الدم والكوليسترول إذا توقفت عن الدواء تنتكس مباشرة لذلك يقول لك الطبيب إياك أن تتوقف عن أخذ الدواء بينما الصيام لو أنك مارست الصيام يومين في كل أسبوع لمدة أربع أشهر وبعد ذلك توقفت ستشعر بأن تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم ستبقى ثابتة والألام المزمنة والالتهابات والصيام يخففها مثلا ألام المفاصل أو الروماتيزم وألام العمود الفقري هذه روعة الصيام أيها الأحبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة جدا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا سبعين سنة يبعد وجهه عن النار بصيام يوم واحد فقط فتخيلوا من يصوم كثيرا ترجمة نانسي قنقر